ونحن كمان بدنا نعيش هي أكثر العبارات التي تتردد على مسمعك عندما تسأل عن أسباب ارتفاع أجور المنازل في الشمال السوري بعد أن تضاعفت لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه العام الفائت وما تزال في ارتفاع وأحيانا مع شروط تزيد من معاناة النازح يجينا لهون مشان نسكن ما حد يخلي نسكن بدك يستجر بيوت وبيوت قالية ما بيجا جينا على الأرض هاي أرض وعرة قالوا بدهم آجار رحنا على المكتب بدهم آجار طلبوا مننا مئة ألف عطيناهم مئة ألف خلصت المئة ألف بدهم يرحلوننا جونا على ثلاثة أربعة تيام بدكم ترحلون منهم ياب تشتري ياب ترحلون الجبار نشترينا وهم مثلا ما عنا حق حتى الحق اللي ندفع مثلا المشترة ما عنا وسط غياب المحاسبة وعدم المبادرة من الجهات المؤثرة لإيجاد حلول تحد من استغلال أصحاب العقارات لحاجة النازحين والمهجارين اضطر كثيرون إلى بناء منازل إسعافية لا تزيد كلفتها عن إيجار المنزل الواحد لعدة أشهر مرغامين على هذه الخطوة يدفع المستأجر إضافة إلى إيجار ثلاثة أو ستة شهور مقدما مبلغ تأمين يقدر بما يزيد عن مئة دولار أمريكي تقريبا وعمولة للمكتب العقاري تقدر بإيجار نصف شهر وهذا ما أثار غضب النازحين الذين لا يملكون قتى يومهم بطبيعة الحال تعاملنا معامل ما كنا نتوقعها إنساني ما فيه ظلم ما بنوصيف على أساس فيه مجلس محلي أو فيه حكومي لا مجلس محلي ولا حكومي المظالم بالشوارع أين اللي أحمل تفت ظلم اللي بيحتاج بده بيت سيارته أو متوره بده يتفع أجارها ونحن عالم فقيرة فقيرة غالب العالم طلعوا وباطعتهم هيك بتيابهون يعلل بعض أصحاب المكاتب العقارية هذا الغلاء بانخفاض القيمة الشرائية للليرة السورية واضطرار الأهالي إلى رفع مبالغ الأجور بما يتناسب مع ذلك بينما عزى آخرون السبب إلى الاستغلال لا أكثر نحن كما كاتب عقارية هذه شغلنا هيك بتتطلب بس فيه استغلال إنه ما فيه استغلال فيه استغلال وفيه غلاء أنا نازح أحاول أساهم مع العالم كتير كتير كنازح ما عندي استغلال ما فيه استغلال أبدا غير عالم غير ما كاتب عقارية في الدولار خمسين دولار ومئة دولار ومئتين دولار ارتفعت الإيجارات في الشمال بعد تزايد العرض والطلب على المنازل إثر عملية التهجير إذ نزح ما يزيد عن نصف مليون إنسان باتجاه الحدود السورية التركية وفق ما ذكره منسق الاستجابة عدا عن كثيرين آثر البقاء تحت القصف لعدم امتلاكهم المبالغ المترتبة على النزوح ما يجعلهم عرضة للخطر في كل لحظة فهل من الممكن أن تتحرك الجهات الفاعلة لإيقاف هذه المأساة المتزايدة يوما بعد يوم؟